كتاب العربية من هذا الكتاب الثالث ولدينا اليوم الوحدة الثالثة هذه الوحدة تتكلم عن أقلياتنا في العالم حينما أتكلم عن أقلية هي المجموعة الصغيرة المجموعة الصغيرة small group of people we call أقلياتنا طيب سننطلق أيها الكرام في دروسنا وسنبدأ بالدرس الخامس عشر الوحدة الثالثة الدرس الخامس عشر استمع إلى النص أقلياتنا في العالم واحد اغترب كثير من المسلمين من بلادهم طلبا للعلم أو الرزق أو نشر الدعوة وكانت الدعوة إلى الإسلام أهم هدف لتلك الغربة والرحلات في الماضي وقد أدت تلك الغربة إلى نشر الإسلام في كثير من أنحاء العالم وفي العصر الحديث استقر كثير منهم في غير بلاد المسلمين فأصبحوا أقليات فيها ويواجه أولئك المسلمون في بلاد الاغتراب هم ومن أسلم من تلك الديار مشكلات عديدة من أهمها أولا مشكلات مشكلات عند ممارسة العبادة اثنان من أكبر هذه المشكلات أن المسلمين لا يجدون أحيانا مسجدا أو مصلى للصلاة فيه سواء أكان في مكان سكنهم أم عملهم أم دراستهم وفي بعض الحالات يوجد المسجد أو المصلى ولكن لا يوجد العالم العارف بدين الإسلام الذي يرجع إليه المسلمون في أمورهم الصغيرة والكبيرة ومن ناحية أخرى قد يجد بعض المسلمين صعوبة في أداء الصلاة في أثناء أوقات العمل حيث تمنع بعض المؤسسات والشركات المسلمين من الخروج لأداء الصلاة ثانيا المشكلات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ثلاثة يواجه المسلمون مشكلات عديدة في بلاد الاغتراب فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وعلاقة الأولاد بالوالدين وتحاول تلك البلاد القضاء على هذا الجانب الثقافي حتى يذوب المسلمون في المجتمعات الجديدة ويؤدي ذلك إلى آثار خطيرة منها ألف يضعف سلطة الأب والأم على أولادهما با لا تكون للأب قوامة في بيته جيم إجراء الزواج مدنيا وليس وفق الشريعة الإسلامية دال زواج المسلمة من غير المسلم ها؟ طلاق المرأة زوجها دون رغبته وعدم قدرة الزوج على الطلاق إلا بواسطة المحكمة واو منع تعدد الزوجات وإن كانت له ضرورة شرعية زاي؟ توزيع الميراث وفقا للقانون المدني وليس وفق الشريعة الإسلامية ثالثا مشكلات التعليم أربع يواجه المسلمون مشكلات عديدة في تعليم أبنائهم في بلاد الاغتراب فنسبة أبناء المسلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية قليلة جدا كما أن كثيرا من أبناء المسلمين لا يكملون مرحلة التعليم العام لأسباب عديدة منها عدم قدرتهم على الاندماج في الجو الاجتماعي في المدارس أو لفقر آبائهم فيخرجون من المدارس ليعملوا من أجل الحصول على مبلغ قليل من المال تحتاج إليه الأسرة خمسة حاول المسلمون في بلاد الاغتراب تعليم أبنائهم اللغة العربية ولجأوا إلى وسائل عديدة في ذلك منها مساعدة أبنائهم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحاديث معهم في البيت باللغة فيه أو إرسالهم لتعلم العربية في المساجد في عطلة نهاية الأسبوع وأحياناً يطلبون من وزارات التربية والتعليم في البلاد التي يقيمون بها تخصيص حصص في اليوم الدراسي لتعليم اللغة العربية وإنشاء مدارس خاصة لتعليم اللغة العربية والواقع أن تلك الوسائل مع أهل تلك المشكلة رابعاً المشكلات الاجتماعية ستة من أهم المشكلات الاجتماعية التي واجهها المسلمون في بلاد الاغتراب ما يلي ألف الاختلاط غير المشروط تبيح معظم بلاد الاغتراب الاختلاط بين رجال والنساء دون قيد وللإسلام موقف مختلف في مضوع الاختلاط فهو لا يبيحه إلا عند الضرورة وبشروط با الحجاب لا تقبل المجتمعات غير الإسلامية فكرة الحجاب وتحاربه كثير من الدول بوسائل عديدة بحيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى طرد الطالبة المحجبة من المدرسة وطرد المرأة العاملة من عملها إن لم تترك الحجاب جيم الطعام والشراب للمسلمين نظام خاص في طعامهم وشرابهم فهناك أشياء قليلة لا تحل لهم لا تراعى في البلاد غير المسلم موتى يواجه المسلمون في بعض البلاد فالإسلام يوجب السرعة في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وعدم وضعه في صندوق أو تابوت وفضلاً عن ذلك ربما لا تكون للمسلمين أحياناً مقابر خاصة بهم طيب ما شاء الله تبارك الله استمعنا قبل قليل إلى هذا النص كاملاً يتكلم عن الأقليات المسلمة في هذا العالم وما يواجهون من مشاكل سواء مشاكل في التعليم مشاكل في الأسرة مشاكل في الحياة الاجتماعية مشاكل في المأكل والمشرب وغيرها من المشاكل الآن أيها الكرام سنأخذ هذا الجزء أو ما يسمى بفقرة الاستيعاب الاستيعاب ماذا يريد منا هذا الاستيعاب يريد منا التالي ضع علامة صح أو خطأ ثم صحي الخطأ مثل ما استمعنا قبل قليل إلى هذا النص سنضع علامة صح أو خطأ والجواب الخاطئ سنصوبه أو نصحيه سنأخذ كالعادة من واحد إلى أربع وما يتبقى سيكون لكم إن شاء الله نشاط في المنزل رقم واحد أهم هدف للاغتراب في الماضي هو طلب الرزق هل هذا صحيح؟ ما رأيكم يا كرام؟ ما رأيكم يا كرام؟ أحسنتم الجواب خاطئ ليس فقط طلب الرزق إنما أيضا للدعوة كانت للدعوة ليس فقط طلب الرزق رقم اثنان توزيع الميراث من مشكلات ممارسة العبادة هل توزيع الميراث يعتبر من المشكلات التي تتعلق بالعبادة كما ذكر في النص؟ الجواب خاطئ ليست من مشكلات العبادة إنما كانت من مشكلات الأحوال الشخصية رقم ثلاثة الأقليات تعيش خارج العالم الإسلامي ما رأيكم يا كرام؟ حينما أقول أقلية فهي نعني بها التي تعيش خارج العالم الإسلامي هل هذا صحيح؟ You can answer through the online no problem Yes أحسنتم صحيح الجواب صحيح إذن الأقلية هي التي تعيش خارج البلاد الإسلامية ليست في داخل البلاد الإسلامية الفقرة الرابعة من مشكلات الاغتراب زواج المسلم من غير المسلمة هل هذا صحيح؟ هل هذا يعتبر مشكلة؟ لنرى الجواب سويا ليست بهذه المشكلة كما ذكرت في النص نعم هو يعتبر مشكلة أن يتزوج المسلم بغير المسلمة في حال إذا لم يكن هناك مسلمة لكن من المشكلات التي ذكرت هنا أن المسلمة تتزوج غير المسلم المسلمة تتزوج غير المسلم طيب إذن كما ذكرنا سنأخذ أربعة فقرات من الفقرة الأولى إلى الرابعة وسنترك لكم الباقي كنشاط في المنزل سنكمل التدريب الثاني هنا أيضا هو عبارة عن ضع علامة صح تحت العنوان المناسب ضع علامة صح تحت العنوان المناسب لدينا بلاد الإسلام وهنا بلاد الإغتراب بلاد الإسلام يعني في الدول الإسلامية وبلاد الإغتراب يعني في الدول الغير إسلامية طيب لدينا الفقرة الأولى سنأخذ من الفقرة الأولى إلى الفقرة الخامسة وسنترك لكم الباقي كنشاط في المنزل إن شاء الله طيب ماذا يقول؟ المساجد قليلة في كل مكان هل هي في البلاد الإسلام أم في بلاد الإغتراب؟ ما رأيكم يا كرام؟ أحسنتم إذن هي في بلاد الإغتراب هي في بلاد الإغتراب طيب رقم اثنان وجود علماء كثيرين يعرفون الإسلام أين نجد العلماء الكثيرون؟ هم في بلاد الإسلام أم في بلاد الإغتراب؟ أحسنتم في بلاد الإسلام نجدهم في بلاد الإسلام رقم ثلاثة سلطة الآباء قوية يعني لدى الأب السلطة القوية يستطيع أن يتحكم في أبنائه يربيهم يعمل على كثير من الأمور هل هي في بلاد الإسلام أو في بلاد الإغتراب؟ أحسنتم في بلاد الإسلام رقم أربعة يمنع المسلم من الخروج للصلاة وقت العمل هل هذه نجدها في بلاد الإسلام أم في بلاد الاغتراب أحسنتم في بلاد الاغتراب أحسنتم بارك الله فيكم لماذا بلاد الإسلام ولله الحمد فيها مساجد وتؤذن والكل يصلي في وقته كما قيل والكل يصلي في وقته طيب سنكمل أيها الكرام لدينا الفقرة الخامسة وأخي عمران تفضل تعلم العربية ليس سهلا في بلاد الإسلام أم في بلاد الاغتراب بلاد الاغتراب أحسنتم في بلاد الاغتراب إذن بلاد الاغتراب التي هي البلد الغير يعني ليس أقول غير مسلم ربما يكون في نسبة الإسلام عالية لكن أقول هو البلد الذي لا يوجد فيه يعني الدين الإسلامي هو الدين الأول طيب سنكمل أيها الكرام بارك الله فيكم جميعا ما شاء الله تبارك الله التدريب الثالث هنا يقول وائم بين الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية في ألف والفقرة المناسبة في با لدينا ها هنا الفكرة الرئيسية وهنا الفقرة با طبعا سأترك لكم بعض المحاولات لكن سأترك الجواب بشكل كامل يعني لكم في المنزل لو أخذنا على سبيل المثال محاولة تعليم العربية ومشكلتها هذه كانت مشكلة أين نجدها في أي فقرة سنجدها في الفقرة على سبيل المثال في الفقرة جيم في النص لما أعود إلى النص سأجدها في الفقرة جيم وأيضا سأجدها على قولهم يعني مكتوبة بهذا الشكل سأترك لكم هذا النشاط يعني في المنزل تكملوه بإذن الله طيب نكمل أيها الكرام التدريب الرابع أجب باختصار عما يلي أجب باختصار يعني نريد أن تجيب عن هذه الأسئلة باختصار ومن أين أجيب أجيب من خلال النص الذي استمعنا له على سبيل المثال سنأخذ الرقم واحد والرقم اثنان والرقم ثلاثة والرقم أربع والباقي سأتركه لكم نشاط في المنزل لو عدنا قليلا إلى النص وأقول اذكر ثلاثة أسباب للهجرة في الماضي لماذا كان الناس يهاجرون في الماضي ثلاثة أسباب استمعنا لها قبل قليل من خلال النص ما رأيكم يا كرام أحسنتم لدينا الدعوة أحسنتم كسب العيش ممتاز أحسنتم وربما التعلم أحسنتم طيب نرى نرى سويا بعض هذه الإجابات نرى سويا بعض هذه الإجابات إذن طلب العلم وهو التعلم طلب الرزق كسب العيش نسميه طلب الرزق ونشر الدعوة هذه كانت من الأشياء طيب أحسنتم طيب أيضا السؤال الثاني يقول اذكر ثلاث مشكلات تواجه المسلم في العبادات العبادات تواجه المسلم فيها ثلاث مشاكل في البلاد الاغتراب ما هي الثلاث مشكلات التي ذكرت أحسنتم الصلاة في غير وقتها ممتاز أحسنتم لا يوجد مكان للعبادة أحسنتم ممتاز اختلاف الأديان ربما ذكرت أحسنتم طيب لنرى الإجابات سويا ما شاء الله تبارك الله عدم وجود مساجد أحسنتم هذه عدم وجود عالم بالإسلام تمنع المؤسسة الخروج للصلاة وخاصة المؤسسات الكبيرة تمنع الخروج للصلاة طيب أحسنتم هذه مما ذكر في النص طيب رقم ثلاثة هل تؤثر ثقافة الغرب في جانب الأحوال الشخصية لدى المغتربين ما رأيكم ما رأيكم هل تؤثر الجواب بنعم أو لا هل تؤثر ثقافة الغرب في جانب الأحوال نعم أحسنتم تؤثر نعم تؤثر هذه الثقافة الغربية طيب رقم أربعة كيف يجري الزواج في بلاد الاغتراب الزواج كيف يتم هل هو الزواج الإسلامي أم يكون وفق الزواج المدني أو طبيعة البلد الذي أنت فيه أحسنتم وفق طبيعة البلد أو مدنيا وليس وفق للشريعة الإسلامية كما ذكر من خلال النص السابق طيب أحسنتم أحسن الله إليكم جميعا كما ذكرنا سأترك لكم الباقي كنشاط في المنزل أيضا لدينا هذا التدريب عن المفردات والتعابير ماذا يريد منا يقول هاتي من النص كلمات مضادة في المعنى لما تحته خط مضادة بمعنى opposite أو معاكس في كنسة باللغة العربية طبعا ذكرت هذه الكلمة المضادة في النص طيب رقم واحد إلى رقم أربعة سنحاول حله هنا والباقي سأتركه لكم في المنزل إن شاء الله لا أحد يحب الجهل الجهل ما مضاد كلمة الجهل التي ذكرت في النص أحسنتم أحسنتم تفضل يا عمراني نعم العلم العلم منتاز وهذا ما ذكره زملاك أيضا العلم إذن مضاد كلمة الجهل العلم طيب السفر في الوقت الحاضر سهل كلمة الحاضر ما عكس كلمة الحاضر نعم يا عمراني تفضل الماضي الماضي أحسنتم إذن عكس كلمة الحاضر الماضي طيب رقم ثلاثة استقر كثير منهم في الغرب في العصر القديم ما مضاد كلمة قديم ذكرت أيضا في النص قديم if I have to say by English old what's the opposite of old أحسنتم تفضل يا عمراني الجديد الجديد أحسنتم إذن الجديد أو الحديث كلاهما يؤدي نفس المعنى كلاهما يؤدي نفس المعنى منعته الشركة من الدخول مساء كلمة الدخول أو الدخول الخروج الخروج أحسنتم ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم الخروج the opposite of كلمة الدخول الخروج طيب أحسنتم أحسن الله إليكم سأترك ما تبقى من هذه كنشاط لكم في المنزل نكمل بارك الله فينا وفيكم أيضا هذا التدريب يطلب منا اختر من القائمة باء الحرف الذي يريد مع الفعل أو يرد يرد مع الفعل في القائمة ألف ثم استعمل الأفعال في جمل مفيدة يمكن أن تستخدم الحرف أكثر من مرة ونحن نقصد هنا بالحرف حروف الجر هذه هي الحروف الجري على وحرف اللام ومن وفي وإلى وحرف البا وهذه هي الأفعال أو ما نقول الكلمات التي ندخل عليها الحروف طيب نريد على سبيل المثال نريد على على مع ماذا أو نريد يعني جملة كاملة إذا أردنا يعني نأخذ مثال الآن على سبيل المثال لو أردنا أن نأخذ المثال نقول هاجر إلى أحسنتم نأخذ جيم وها يعني نقول هاجر إلى على سبيل المثال هاجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة هاجر إلى المدينة بهذه الطريقة طيب منتاز إذن هاجر إلى طيب رقم إثنان يمنع مع أي حرف يناسب ما رأيكم أحسنتم تفضل يا عمراني نعم يمنع من الحوائز أحسنتم يمنع من الحوافز من الجوائز من أداء العبادات أحسنتم ما شاء الله تبارك الله إذن يمنع مع حرف الجيم أحسنتم يتعلق ثلاثة يتعلق ما رأيكم أيها الكرام هنا أيضا يتعلق يتعلق بماذا أحسنتم يتعلق خلن نقول بحرف الب أحسنتم يتعلق بالله يتعلق بالصلاة يتعلق بالمساجد أحسنتم بارك الله فيكم يقضي يلا through the online no problem you can answer يقضي تفضل يا عمراني يقضي على يقضي على شاطئ البحر أحسنتم يقضي إجازته على سبيل المثال على شاطئ البحر يقضي على الفساد يقضي على الاستهلاك الزائد لدينا على سبيل المثال حرف الألفي وأيضا حرف الجيم يقضي من عمل سين ودال وطاب بهذه الطريقة حسنتم ما شاء الله تبارك الله إذن سأترك لكم إن شاء الله الباقي في المنزل كنشاط من كلمة يذوب إلى كلمة يحتاج من كلمة يذوب إلى كلمة يحتاج طيب سنكمل أيها الكرام التدريب الثالث هنا يقول هات من النص الكلمات التي تشير إليها التعريفات التالية أيضا لدينا هذه سنأخذ البعض وليس الكل سنأخذ من واحد إلى خمسة وسنترك لكم الباقي في المنزل طيب لدينا التعريف الأول علاقة تربط الرجل بالمرأة ما الكلمة المناسبة لهذه العبارة علاقة تربط الرجل بالمرأة الزواج الزواج أحسنتم ما شاء الله تبارك الله إذن الكلمة المناسبة هنا هي الزواج أحسنتم ممتاز أماكن يمارس فيها المسلمون العبادة مساجد مساجد ممتاز أحسنتم مساجد أو دون للعبادة أو أماكن للعبادة كلها تؤدي إلى هذه العبارة رقم ثلاثة مجتمعات من المهاجرين قليلة العدد كلمة واحدة أقليات أقليات ممتاز أقليات أحسنتم خروج الإنسان من بلده طلبا للعلم اغتراب اغتراب ممتاز اغتراب أو مبتعث كما يسمونه الآن كلها صحيحة رقم خمسة ما يتركه الوالدان لأبنائهما من ثروة بعد وفاتهما ماذا نسميه ميراث ميراث أحسنتم ما شاء الله تبارك الله التركة أو الميراث كما يسمى في اللغة العربية سأترك لكم إن شاء الله ما تبقى كنشاط في المنزل تتدربون عليه أنتم ومن يعز عليكم سنكمل أيها الكرام أقلياتنا في العالم وهذا هي وحدتنا الثالثة في الدرس السادس عشر يريد منا هذا الشيء يريد منا في التدريب الرابع اقرأ الأساليب التالية ثم انسج على موالها يعني اعمل على مثل ما هي مكتوبة على سبيل المثال لدينا رقم واحد يواجه المسلمون مشكلات عديدة في العمل نريد أن نعمل مثل هذه الجمل في فقرة ألف وفي فقرة باء لدينا على سبيل المثال المدرسة ولدينا الأبناء ما رأيكم لو أردت أن أكمل بنفس النسج بنفس الطريقة لكلمة المدرسة كيف أقول نعم ممكن تفضل يوجه الطلاب المشكلات العديدة في المدرسة في المدرسة إذن أحسنت إذن أقول مثل ما ذكرت بارك الله فيك يواجه الطلاب أو التلاميذ كلها تؤدي نفس المعنى يواجهون ماذا يواجهون مشكلات عديدة في المدرسة يواجهون مشكلات عديدة في المدرسة طيب فقرة باء لدينا الأبناء نفس النسج يواجه الأبناء مشكلات العديدة في الإقتراب في الإقتراب أحسنت هذا ممكن يواجه الأبناء مشكلات عديدة في الإقتراب في العمل خارج البلاد وغيرها من الأشياء الأخرى طيب إذن ما شاء الله تبارك الله عمل جيد وعمل مناسب من إثنان إلى أربعة سأتركها لكم إن شاء الله كنشاط في المنزل في هذا الجزء أيها الكرام سنتوقف اليوم وسنكمل إن شاء الله ما تبقى لنا في اللقاء القادم بإذن الله أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر